كل الناس تقريبا شافت مشهد اعدام الكاتاكيت في المزرعة الشهيرة اللي اعلنت انها تعدم الكاتاكيت لانها مش هتقدر تربيها لان ما فيش اكل ما فيش اعلاف مشهد الكاتاكيت ايقظ رئيس الوزراء من نومه فعقد اجتماع فوري فماذا حدث في هذا الاجتماع؟ السيد رئيس الوزراء ووزير الزراعة وعدد كبير من المسؤولين ها لهم ما شاهدوه او ما سمعوا عنه او ما وصل اليهم من التقارير بعد هذا المشهد المريع والمخيف لمجموعة من العمال بتعدم كاتاكيت بكميات كبيرة داخل مزرعة من مزارع الدواجن الكبرى وصاحب هذه المزرعة كان حذر قبل كده وقال يا جماعة انا ما عنديش طريقة تانية غير ان انا اعدم الكاتاكيت لان مش هنقدر نعمل دور طبعا ده كانت بداية البعض توقع ان مزارع كتيرة جدا في مصر تبدأ تعدم الكاتاكيت اعدم الكاتاكيت ما فيش دجاج ما فيش بيض في ازمة خطيرة جدا بتهدد الامن الغذائي المصري وده جزء من الامن القوم المصري السيدة الرئيس الوزراء بعد مجتمع وبعد مناقشات قرر او اصدر قرارات فورية بالافراج عن قرابة 60 الف طن من فول السوية يعني صفقات بحوالي 44 مليون دولار وقال انه هذه الافراجات هتتم يعني في فول السوية موجود في المواني لكن ما كانش بيفرج عنه عشان الدولار خلاص بقى هيتم الافراج اسبوعيا عن كميات مشابهة لده حتى نحافظ على الصروة الداجنة لان احنا عاملين منها اكتفاء ذاتي وكان خطر نقص الاعلاف كان بيهدد هذه الصناعة وبالتالي بيهدد كل بيت في مصر يا ترى مشكلة الكتاكيت هي الوحيدة في مصر مش بس الكتاكيت في خطر العجول في خطر والابقار في خطر والحليف في خطر لانه دي كلها سلسلة مرتبطة بفكرة الاعلاف لان ما عندناش مصانع اعلاف تغطي سوق المحلي وبالتالي احنا بنستورد من برة ومدام بنستورد من برة فهندفع الدولار ومدام احنا هندفع دولار فاحنا عندنا مشكلة دولار اللي الدولة دلوقتي بتتكلم فيها تقريبا كل مواطن في مصر بتتكلم في مشكلة الدولار في مشكلة كبيرة كمان في مناطق الانتاج الحيواني الاخرى فانا بقول دلوقتي من قبل ما الناس تصرخ ومن قبل ما يعدموا العجول نرجوكم من الان فصاعدا انتبهوا او تنتبه الحكومة الى هذا الخطر القادم يا ترى العجول والكتاكيت وحدهم مش الابقار والعجول والكتاكيت هي اللي في خطر لوحدها المصانع اللي بتقفل يا سادة رئيس الوزراء المصانع اللي قفلت من زمانه وبتصرخ الاف المصانع قفلت ومصانع تاني بتقفل مش كده وبس ده فيه منتجين كبار قوي اسماء كبيرة قوي بدأت الان تتحدث عن خفض مرتبات العاملين فيها زي مؤسسة العربي وده واحدة من قلاع الصناعة الوطنية واللي بنت نفسها بنفسها على مدار 30-40 سنة فاتت هي مهددة الان بالتوقف من جيل وحدها ايضا رجل اعمال محمد جنيدي تكلم وقال يا جماعة انا اتكلمت كتير جدا وفجأة اعلن على صفحته قال لن اتحدث بعد الان فلا جدوى للحديث ده بس لا فيه مؤسسات تاني صناعية بتتكلم زي السويدي لما اتكلم قبل كده وده برضو صعب صناعة عظيمة جدا صناعة عابرة لحدود مصر وزي ما احناش نشوفها في افريقيا وفي دول كتيرة جدا الراجل بوحة صوته عنده مشكلة مش هو الوحده الصناعة المصرية عندها مشكلة من فضلكم بدل ما يصحينا مشهد اعدام الكاتاكيت ارجوكم افيقوا قبل اعدام البشر